زوجة الفنان فاريد غنام تواجه اتهامات بالسحر والشعودة لزوجها وعمر رطفي يفاجئ زوجته فرح الفاسي بطيلندا أولا وقبل المشاهدة نرجو منك الضغط على متعجاب للفيديو أعربت زوجة الفنان فاريد غنام رباب أزماني عن غضبية الشديد بسبب اتهامها بممارسة أعمال السحر والشعودة من طرف إحدى الصفحات عبر منصة تواصل اجتماعي انستغرام وشاركة رباب أزماني منشورا عبر خاصية ستوري بحسابي الانستغرام اتهمها من خلاله صاحبه بممارسة أعمال السحر والشعودة لزوجها فاريد غنام حيث كاتب شدوينة جاء فيها شحر خايبة وحدة تعطي نصيحة وهي أكثر وحدة محتاجها ساحرة ومريضة ورجلها شحر من مرة بغي طلقها الليستر ودافع شراب أزماني عن نفسها في ردها على صاحب الحساب موجهة له كلاما قاسيا بسبب هذه الاتهامات كوكنت كنسحر كونسحرت لبحالك يغبره من على وجه الأرض كوكن راجلي فكر يطلقني غير بمجرد تفكير من الرداش نكمل معاه وتفاعل عدد كبير من محبي التونائي عمر لطفي وفرح الفاسي مع آخر ظهور لهما عبر موقع تبادل صور وفيديوهات انستغرام أثناء استمتاعهما بعطلاتهما الصيفية وشاركت الفنانة فرح الفاسي عبر حسابي الخاص بموقع انستغرام صورة عفوية جمعتها بزوجها عمر لطفي لحظة تواجدهما بطيلندا من أجل استمتاع بالأجواء الصيفية وعلقت فرح الفاسي على الصور قائلة من اللي عمر كدير في حنين رومانسي ويشار إلى أن الزوجين عمر لطفي وفرح الفاسي يتواجدان بإحدى المنتجات السياحية بطيلندا إلى جانب مجموعة من فنانين آخرين كالكوميدي زهير زائر الذي شارك مجموعة من الصور له رفقة فرح الفاسي عبر حسابي الشخصي بانستغرام اشتركوا في القناة